جوا كل واحد فينا خط رفايع ودقيق ما بين الخير والشر أحياناً بيغلب الخير وممكن ينتصر الشر يتحول الصراع جوانا ما بين الأبيض والإسود النهاردة معنا النجمة الكبيرة إلهام شهين دفتنا في أبيض وإسود كل سنة وانت طيبة رمضان كريم الله أكرم كل سنة وانت طيبة وكل المستمعين طيبين يا ربه بخير ومصر كلها طيبة هنبدأ بسؤال أبيض شعورك إيه وانت بيتصوري أحلى مسلسل اتعودنا عليه في رمضان وعيشين بي وعيشنا بذكرياته وما فيش حد في مصر ولا الوطن عربي ما تابعوش وهو ليلة الحلمية بعد السنين تي كلها عارفها أول يوم تصوير حسيت إن كان فيه ناس بحبهم قوي قوي وغيبين عني سنين طويلة ولما شفتهم مش مصدقة نفسي لأن وحشني جدا ومشتقلهم لدرجة إن أنا حسيت كده بزهرة زهرة دي كأنها شخصية كانت موجودة في الحياة وأنا فقتها سفرت هجرت غابت يعني بعدت وفجأة لقيتها مش قادرة أقولك كانت فرحتي عاملة إزاي وحالة إن الشجن فضيعة ودموع بتنزل عارفها لفراء بعض الناس اللي كانوا موجودين معانا وإزاي ما بقوش موجودين حالة كده وكأنك لسه كتلسه مبارح يعني إحنا فعلا إحنا يعني زهرة هي زهرة عادل بدري هو عادل بدري نازق السلل إحضار هي نازق السلل إحضار كل الناس هي هي لدرجة تقعد تقول معقول فات عشرين سنة أنا مش مصدقة مش قادرة أصدق والناس لسه فكرة العالية الحلمية بحزة فرها وبتسأل عليها وفيه جدل داير مين معاها ومين ضدها وتتعامل ولا ما تتعاملش قد كده شغل الناس ولسه بعد عشرين سنة شغل الناس فكتحلة غريبة الحقيقة أنت فكرة نفسك في زهرة زمان يعني أنت دلوقتي وأنت بتصوري بتسترجعي نفسك زمان كأنها مبارح كأنها حياتي بجد يعني أنا عيشت زهرة دي بجد طيب هل الكاميرا مجدي أبو عميرة مختلفة عن كاميرا إسماعيل عبد الحافظ؟ مش حاسة بالاختلاف يعني أنا حاسة بالليالي الحلمية الكاميرا مش هتفرق الكاميرا بتعمل إيه ولا محدوطة فين ولا طريقة الإخراج إزاي إحنا بنعيش حدودة فأنا بعيشها أنا عملي اللي سألت الإخراج متقدم إزاي ولا الكاميرات محدوطة فين ولا ليا دعوة مش غلش نفسي أنا بعيشه كأن ما فيش كاميرات دايما لما مثل بمثل ما فيش كاميرات موجودة بالنسبة لي توقع نجاح ليلة الحلمية بنسبة كم مقارنة بنجاحه اللي قبل كده؟ شوفي أهم حاجة في ليلة الحلمية إنها هتتشاف الناس كلها مستنيها أما مين يحبها ومين ما يحبهاش ده أنا ما أقدرش أتكلم فيه لكن الناس كلها مستنيها اللي حابب فكرة رجوع ليلة الحلمية مستنيها واللي مش حابب متحج وقعد مستني برضو عشان ينطق بس في كل الحالات هي شغل الناس ومش مصر بس الفاتر فاتي السفرت كتير في الوطن العربي يعني كنت في دبي وكنت في أبو زبي وكنت في لبنان وكنت في الكويت كذا بلد وكل مسافر ألاقي ليلة الحلمية عاملة ضجيج يعني تحتعملوا ليلة الحلمية بجد فعلا هتتزاق السنية دي معقول كل الشخصيات موجودة طب بتعملوا إيه طب الشخصيات الفلانية دي اتطورت إزاي طب زهرة حصل لها إيه طب هتعمل إيه بعد عالي ما ميت أكيد زهرة هيبقى عندها مشكلة يعني ويمكن يبقى فيه زملتانين وناس تانين وبيتكلموا ده عنده مسلسل كذا وده عنده كذا الناس تسمع كل الأخبار وبعدين تيجي تتكلم في ليلة الحلمية فلاقي تعرفة فيه في حالة ليلة الحلمية عاملة حالة نجمة إلهام شهين آخر مرة زورتي فيها الرئيس مبارك كان إمتى يوم حكم البراء ومن ساعتها مفيش تواصل ممكن تصفي الرئيس الأسبق مبارك في جملة رجل وطني شجاع محترم جدا جدا ولن أنسى لي أبدا يعني موقفه المحترم لما بعض الناس مش أقول الشعب كل طلبوه بأنه يسيب الحكم أنه يسيب الحكم بكل كرامة وقالوا ناس وحكام من كل العالم العربي طلبوا منه أنه يجي ويشلوا على رأسهم قال أنا مش هسيب مصر الإمارات عرضت علي والكويت عرضت علي والسعادية عرضت علي بلاد كتير هو قال أنا مش هسيب مصر أنا هعيش وموت على أرض مصر موقف الحقيقة موقف رجل رجودي يعني رجل محترم بيعشاء بلده هرب ولهو فرد نفسه وقال لا أنا مش هسيب الحكم لا موقفه محترم جدا ووفي أنه يتحاكم زيه زي أي مواطن عادي الحقيقة كل موقفه فعلا التاريخ هيذكرها لي بكل خير لأنه اللي عمله ده شيء يحتزى به حتى ولو كان عنده أخطاء أثناء فترة الحكم أي أخطاء كل فترات الحكم فيها أخطاء هنقول فترة مالك فاروق فيها أخطاء فترة عبد النسر فيها أخطاء كتير فترة السادات أكيد فيها أخطاء مفيش حاكم جه ملاك ولا أليها ولا أمبيه في الآخر بشر ممكن يخطئه ويصيبه لو هنروح للحياة الشخصية النجمة إلحم شهين بتفكري في الجواز وهل بتعتبر الجواز أبيض ولا أسود أسود ومناي البنيلة لا الحقيقة ما أفكرش مش شغلة نفسي بي وحاسة أنه أعرف السؤال ده رسل اللي ما بيتقلي باتحك وليجا ما أنا جبرت على إنكم لسه تسألوني هتتجوزي ولا هتتطلقي الكلام ده يتقلب النوتة لسه صغيرة هتعمليه في حياتك مستقبلك خلاص أنا تجوزته مرة واثنين واتطلقت يعني بقى سؤال عارفة بعيد عني وبعيدة عن دماغي ليه بيقال إن النجمة إلهام شهين أكتر نجمة محافظة على جمالها وشكلها من غير أي عمليات تجميل والوحيدة اللي ما بيتوجه لهاش محافظة أنا عايزها بس تجميل لا ما توجهلكيش الاتهامات إن أنت عملتي عمليات تجميل وشكلك هو هو وفيش حاجة تغيرت فيكي ونسك متأكدة إنك ما عملتيش عمليات تجميل عشان شايفين الدفاعات بقينة لسه عايزة أعمل يا جماعة بصي بقى لي كم سنة أقول أنا عايزة أعمل أنا مش مترفعة أو يعني مش مش شايفة نفسي إن أنا جميلة جدا ومش محتاجة لا أنا محتاجة وأنا مش شايفة نجي حاجة عيب زي ما بروح أسبق شعري زي ما بحط ماكياج وعمليات تجميل بقت زي كده يعني سواء على فكرة للست أو للراجل طالما أن العلم إدانا حاجة نقدر نستخدمها وتخلي الواحد شكله أجمل فليه لأ فأنا مش ضد عمليات التجميل لكن أنا جبانة يعني أنا خوافة جدا جدا وجلتي حساسة أوي وخايفة أني أعمل أي حاجة وشي ده رأس مالي يعني أنه تفضل سايبالي علامات وفي ناس عملت عمليات وبازت وحاجات كده فمش ثقة في النفس خلتني ما أعملش عمليات تجميل لكن جبني وخوف من أن الشكل يتغير أو يحصل أي دي فوق وفي نفس الوقت أنا بقول ما أنا بعمل أدوار مناسبة لسني أنا مش هرجع عمل أدوار يعني بنتي لسه عايزة تتجاوز ولا بنتي لسه متخرجة من الجامعة أكيد بعمل أدوار في سني بعمل دور أم لشاب ولا البنت هتتجاوز فمش حسن شكلي مثلا مش مناسب طالما أن أنا بعمل أدوار مناسبة لسني شكلي مش قلق شكل رمضان دلوقتي تغير عن ما قبل 25 يناير والله يوسي 25 يناير دي جابت لينا لغلب أكتر حاجة كريتيها بعد الثورة أنا كرح كل حياتي لغاية دلوقتي مش عايزة تتعدل مش عارفين نرجع زي ما قلنا أكتر حاجة كريتها حدم الإحساس بالأمان يعني من وقت 25 يناير بقت مش حاسة بالأمان ومع الأسف أنا لغاية دلوقتي يعني توابع 25 يناير شغالها معنا فعدم الإحساس بالأمان الخوف من بكرة كل يوم فيه ترقب يا ترى بكرة هيبقى في إيه قبل كده كان وقت بينام ومتطمن ومتشغل باله ببكرة يعني زي ما تيجي تيجي الحياة ماشية وعادية ومش قلقانين لكن الحقيقة يعني 25 يناير أفقدتني الإحساس بالأمان إنك ما إلهام شهين القبولات في الأفلام خدع ولا حقيقة طبعا بيبقى فيها لمس لكن أحيانا تتاخد بزاوية معينة يعني يبقوا الرسيم في بعض بس هما شفيف ومش في بعض لكن يبان في الكدر إن هما في قبلة لكن لو شفتي تلامس الشفيف هو مش خدع مش خدع إلهام أنت مكسوفة من أي عمل قدمتين إطلاقا بالعكس ليه السلفين بيقولوا بيتهموك باتهمات وبيقولوا أن أنت متهمة بنشر الرزيلة عادي دي أراء هما أكيد مش أنا بس في نظرهم كده هما كل أهل الفن بالنسبة لهم بيقدموا رزيلة فأنا مش مستغربة يعني مش مستغربة أراءهم دي الفن طول عمره موجود وعندنا ناس وأسات سكبار وطول عمرنا الشعب كله بيحترمهم في مصروف الأمة العربية كلها وفي كل مكان وأنا بقول يعني اللي مش حابب الفن بتاعي ما يشوفوش أنت بتشوفوا ليه وبعدين تيجي تقول درازيلة لما أنت بتشارك فيه بمجاهدتك ليه يعني ترفع على إنك تشوف وبعدين الفن بقى كتير يعني مائدة مفتوحة بو فيه مفتوح تختار منه اللي أنت عايزه اختار ما يناسبك بتشوفي إزاي إنترنت والسوشال ميديا حاجة مؤرفة يعني يعني أساسا السوشال ميديا دي بالنسبة لي مقلب زبالة كل اللي عايز يرمي فيه أي قرف بيرمي لجمع إلهام شهين بتغير من ليلة عالوية بموت فيها ليه مفيش غيرة مفيش حاجة اسمها غيرة بيننا فيه منافسة طبعا كلنا فيه منافسة بيننا ومش جيلي بس أنا بتنفس مع جيل تلع بعدي وأخد وضع وبتنفس مع جيل كان قابلي وكان قوي وأنا عايزة أدخل ونفس فالمنافسة ده الشيء مشروع جدا لكن هنغير من بعد لي كلنا شغالين وكلنا نجحين وإحرس حب جد كيف تقيم إلهام شهين تجربتها في الفن من الهالفوت وحتى ليلة الحلمية ياه فكرة الهالفوت طبعا بوسي أصدقى أنا قيم نفسي جدا شيء استخيب برد أنا معرفش قيم نفسي دايما أنا بترك الحكم للناس هما يقيم هل يجب على المرأة تقديم تنازلات في حياتها لتستطيع العيش في المجتمع الزكوري لا خالص مرفوض هم اللي يتنازلوا عشان يعيشوا معنا ليه ليه إحنا زينا زيهم وأحسن منهم أنا بشوف ستات مش بس عشان أنا مثلا إلهام شهين وبقيت في وضع معين أو كده أنا بشوف ستات بسطاء جدا جدا واتفاجئ إن هي اللي جاي للبيت والولاد وهي اللي بتشتغل وهي اللي بتصرف على جزها وعيالها وبيتها يعني الستات بيشتغل بقيتش أكتر من رجال متى يعرض فيلمك يوم لستات ويعني إيه يوم لستات هو في الأحداث يوم في الأسبوع اتعمل في نادي اجتماعي عشان الستات وطبعا في حياتي شعبي الستات البسطاء جدا يجوا ينزلوا حمام سباح طبعا ستات عمرهم ما شافوا لبحر ولا ولا حتى ترع فمجتمعهم مقفول جدا على الحارة الديقة لما الماية بالنسبة لهم تجيب أليها معنا واليوم ده غير حياتهم الإحساس بالحرية والإحساس بالنظافة والإحساس بالجماليات غير حياتهم وغير تفكيرهم واهتمامهم بنفسهم وطريق التفكيرهم وإنه مش الراجل يفضل قاهرها في البيت عشان هي جهلة وعشان هي غالبينة وفقيرة إنه بس تعد خادمة ليه في البيت لأ من حققها يوم تخرج بتسألش فيه ما تعملوش حاجة وتعيش نفسها وتنزل وتعم وتغيس وتتحك وترقص مع صحبتها سؤال الأخير ليكي نرجع لزمن الأبيض ويسود الأفلام الأبيض ويسود من النجمة اللي كنتي تتمنى تكوني مكانها أنا تخيل طبعا محدش بياخد مكان حد وسأنا تخيل كنتي حبة تكوني مكانها ومشهد أبيض ويسود كنتي حبة أني أنتي تقدميه أو مهمة بتفتكرية أو حبة مثلا أقول نهر الحب الفتن حمامة كان عندها مشاهدة حلوة قوي مع عمر الشريف وكان عندها مشاهدة حلوة قوي كمان مع زكي رستو يعني فيه مشهد وهي بتواجهه بيقول لها أنتي ممكن تبقى معي يعني هي ممكن تبقى مع عمر بس من غير الناس ما تعرف فكان موقف الحقيقة غريب وحوار كان رائع رائع وجديد من نوع وجريء جدا جدا في هذا الزمن يعني في فترة الستينات فمسلا ده من المشاهد القوية قوي والفتن حمامة قدتها بعضا ما بس هي ليها هقولك ايه ولا ايه ولا ايه ده دعوة الكروان ليها مشاهد تجنن بين الأطلال الخيط الرفيع مشاهد الأخير في الفيلم يا خبرة بي ويا بتتوسله في التليفون والمشاهد ويا بتقطع له هدوم لا حكيت كتير قوي وعرفتك اللي نجلوت فيه في السمان والخريف مشاهد تجنن وافتك اللي هندروستون في الشفيقة الأبتية وفي الراهبة مشاهد رائعة وافتك اللي شجف المرأة المجهولة وفي أعمال كتير جميلة وفي زوائل مداء دول قدموا فن عملاق الناس دي مكدة في المراهقات بموت فيها في المراهقات مش عارف اختار ايه ولا ايه وزوعة حسني بقى لو عادت اتكلم عنها انش عايزة حلقة لوحدك بقى ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه دي دي حالة متفردة جدا جدا وجميلة جميلة في كل أدوار وعملت كل نوايات الأدوار فان انا عظيمة نجمة الهام شاهيم نشكرك على جودك معنا على نجوم اف ام وفي ابيض وصود متمنى لك رمضان كريم وكل سنة انت طيبة انت طيبة حاببتي رمضان كريم عليكو على نجوم اف ام وعلى الشعب المصري كله والشعب العربي وبتمنى يا ربي بقى رمضان خير وسلام ومحبة بيننا جميعا ويسود كده الهدوء والسلام والأمان يا رب لينا وللأمة العربية كلها يمكن احنا مصر في وضع كويس الحمد لله دلوقتي لكن اتمنى ان سوريا وليبيا والعراق واليمن حالهم يستقر وينتهي نزيف الدم الموجود وتعود بلادهم لقوتها تاني لان دي جيوش قوية اتمنى انها تفضل بقوة عشان نبقى سند لبعض في الأمة العربية فيارب يبقى رمضان خير وسلام علينا جميع اشتركوا في القناة